ترجع تقو النار عبر الحدود بين إسرائيل وقطع غزة غدت يوم شهد هجمات صاروخية وضربات جوية بين الجانبين التصعيد بدأ عندما سقط صاروخ نقل الجيش الإسرائيلي أنه أطلق من قطع غزة سقط قرب تل أبيب أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح إسرائيل اتهمت حماس بشأن الهجوم الصاروخي ووجهت سلسلة ضربات ضد القطاع أسفرت عن إصابة خمسة فلسطينيين يأتي التصعيد الأخير قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الإسرائيلية رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو يواجه تحديا قويا من تحالف وسطي نتنياهو الذي تلحقه فضائح فساد يسعى إلى الحفاظ على مستقبله السياسي بعد عشرة أعوام في السلطة الجيش الإسرائيلي أكد أنه مازال مستعدا لمختلف السيناريوهات ولكن ما هي هذه السيناريوهات؟ ما حدود الوسطة المصرية في الحفاظ على التهدئة؟ هل تصب التهدئة في مصلحة نتنياهو؟ نتناول هذه النقاط في فقرة ضيف اليوم مع مدير مركز القدس للدرسات السياسية من عمان عريب أرهنتوي أهلا وسهلا بك سيد عريب بداية هل التهدئة في مصلحة نتنياهو؟ أهلا أنا أعتقد أن نتنياهو يريد أن يوجه ضربة وهو فعلة وشرع في توجيه هذه الضربة لغزة للحفاظ على صورته الردعية ولإبلاغ رسالة الإسرائيليين بأنه هو من يحفظ أمنهم وأنت تعرفين سيدتي أن محركات الناخب ودوافع الناخب الإسرائيلي في الانتخابات هي ثلاث العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة الأمن والاقتصاد نجح في تطوير أفضل علاقة مع إدارة ترامب يريد أن يبرهن أن الأمن في أيدي أمينة الوضع الاقتصادي ليس سيئا في إسرائيل هو يعمل من أجل ولاية جديدة وأظنني أنه إن أفلت من الملف القضائي والتحقيقات المحيطة به سوف يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي احتفظ بأكبر ولاية منذ تاريخ قيام إسرائيل ما الوسطة المصرية إدت حتى الآن إلى نوع من التهدئة هدوء حذر كما تشير المصادر ولكن هل من ضمانات لعدم العودة إلى التصعيد؟ لا ضمانات الأطراف لا تريد أن تنزلق إلى حرب شاملة إلى مواجهة شاملة إسرائيل لا تريد مواجهة شاملة ولا حرب اجتياح لقطاع غزة أهل غزة ليسوا في وضع مناسب لدخول حرب جديدة حماس لا تريد حرب جديدة كذلك لهذا أعتقد أننا أمام تصعيد مضبوط وهذا يعطي دائما الوساطة المصرية فرصا للنجاح ولكن أنت تعلمين أن الوضع حساس جدا في قطاع غزة ويمكن لخطأ هنا أو لتصرف أحمق هناك أن يفضي إلى إشعال حريك كبير في هذه المنطقة حتى الصواريخ التي أطلقت من القطاع حماس قالت أنها انطلقت بالخطأ بمعنى أنها لا تريد حتى تصعيد على هذا المستوى المحدود فيما نتنياهو الذي تهدد وتوعد بضربة قاسية ومؤلمة أيضا لا يريد الانزلاق إلى تهديد إلى مواجهة مفتوحة وواسعة ولذلك هو جنح لجهود الوساطة المصرية في هذا المجال لكن الأمر ينطوي على قدر كبير من القلق والتحسب نظرا لها شاشة الوضع طيب تحدثتم عن ما سمتوا بالتصعيد المضبوط إذن ما الرسائل التي يحاول كل طرف أن يمررها للآخر من خلال هذا التصعيد المضبوط كما قلتم هناك قواعد للاشتباك في قطاع غزة يريد كل طرف أن يثبتها بشكل أو بآخر حماس تريد أن تثبت بأنها لن تسمح لإسرائيل بممارسة عدواناتها على القطاع كيف ما شاءت وقت ما شاءت وأين ما شاءت نتنياهو يريد أن يبقي يدا طليقة للجانب الإسرائيلي يريد أن يبقي يدا طليقة للجانب الإسرائيلي في قطاع غزة للجيش لسلاح الجو على وجه الخصوص ولكن دونما الانزلاك كما كنا إلى مواجهة شاملة بانتظار أن تنضج شروط اتفاق تهدئة بعيدة الأمد بين الجانبين تهدئة تجتمل على تخفيف لم نقل رفع الحصار المضروب على قطاع غزة وهذا أمر يعمل عليه الوسيط المصري والوسيط الأممي وتعمل عليه قطر ولكن دونما تقدم جدي ملبوس حتى هذه اللحظة هل يساهم التصايد الإسرائيلي في توحيد الصفوف أو الفصائد الفلسطينية تحديدا؟ يعني اعتدنا في الحقيقة أنه في لحظات الاشتباك في لحظات المواجهة بين الفلسطينيين أي فريق من الفلسطينيين والإسرائيليين أن يضع الفلسطينيين جانبا خلافاتهم الداخلية وهذا ما رأيناه في الحقيقة في الأيام القليلة الفائتة والساعات الماضية ولكن جذور هذا الخلاف عميقة جذور هذا الخلاف مشتعلة جدوة ما زالت متقدة تحت السطح ولذلك في ظن ما أن تهدأ المدافع أو تصمت حتى نعود فنرى هذا التراشق في الاتهامات بين مختلف الأطراف لذلك نحن أمام تهدئة هذه المرة ولكن بين الجانبين الفلسطينيين على طرفين معادلة الانقسام الانقسام ما زال عميقا الانقسام مرشح لأن يتحول إلى انفصال نرى كلا الجانبين يتحضران لتعميق المؤسسات المتوازية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية نرى منظومة مصالح قد نشأت على ضفتي الانقسام لذلك ليست مهمة سهلة استعادة الوحدة واستئناف المصالحة شكرا جزيلا لك سيد عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك